اشتركوا في القناة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر رئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي ألمين العام للجنة الأولمبية البحرينية ورحب اسمو الشيخ خالد بن حمد بسعادة الدكتور أشرف صبحي في بلده الثاني البحرين مشيدا بعمق العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة ومنوهن سموه بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات وثيقة في شتى المجالات وبالأخص المجالين الشبابي والرياضي معربا عن آمله بتطوير تلك العلاقات لأفاق أوسع من التعاون البناء بما يلبي تطلعات وطموحات الشباب في كيل البلدين وبحث سموه مع وزير الشباب والرياضة المصرية سبول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في الجانبين الشبابي والرياضي عبر تبادل الخبرات والزيارات وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المشتركة من جانبه عرب وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الشقيقة عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد على حسن ضيافة وحفاوة الاستقبال منوها بالروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين مشيدا بالنجاحات والانجازات التي حققتها البحرين على الصعيدين الشبابي والرياضي متمنيا للمملكة قيادة وحكومة وشعبنا المزيد من التقدم والزهار